السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين صلوا على الحبيب قلب كتاب النهاردة حبيبي بنعمل الكوكيز الاقتصادي لو أول مرة تشوفيني أنا أحلى أكلة في مطبخ سجدة ياريت تشرفيني وتنواريني وما تحرمنيش من لمسة أيديك القناة في القناة والناس اللي معايا من الأول والناس الجديدة مشرفيني ومنواريني وعلى راسي من فوق ياريت تعرفيني بنفسك عشان أقوم معاك بأحلى واجب النهاردة هنعمل كوكيز اقتصادي ببيضة واحدة وأقل من نص كيلو جقيق شايفين الجمال؟ اللهم بارك حاجة تفتح النفس واقتصادي ومش هيكلفك حاجات كلها مكونات موجودة في كل بيت شايفين الجمال والتصوية بتاعته؟ اللهم بارك أنا يا جماعة والله أولادي بيحبوه وبيشتروا اللي اتنين بخمسة جنيه من السوبر ماركت يعني أربع كتعة بعشرة جنيه فأنا قلت ليه حرام؟ نعمله في البيت المكونات كلها موجودة بحمد الله شايفين الجمال؟ اللهم بارك وعملينه نوعين نوع أبيض ده للبنات واللي هو بالكاكاو لابني لإني بيحبه بالكاكاو وصلت معي لحد هنا يا ريت ما تحرمنيش من لمسة أيديك الجميلة باللايك والشير أتدلع الخير كفاعله وادفع علي الكورة عشان يصلك مني كل جديد نبتدي نسمي بالله ونصلي على الرسول علي أفضل الصلاة والسلام معنا المكونات بتاعتنا بسيطة جدا وموجودة في كل بيت ربع كوباية من الزيت النجيف أنا بستعمل كريستال كوباية من السامنة أي نوع عندي كوباية من السكر البودر ويكون مطحون كويس جدا لإني ده هيديكي نتيجة كويسة جدا للكوكيس هنا ما هناخد معلقة كاكاو أسباني غامئ ومعنا هنا بضاية واحدة دي بضاية كبيرة تمام وهنا معنا أربع كوباية جيئي الكوباية الخمسين اللي بتشربي فيها إنس كافي معلقة بيكانج بودر واحدة ظرفي من الفانيليا ممكن تحط اتنين ظرفي بس أنا كان عندي ظرف واحد بس جيبنا شفش الخلاط وانزلت ببضاية واحدة وانزلت بكوباية من السكر المطحون سكر بودرة أي نوع بقى تموين سكر عادي مفيش أي مشكلة تقفش على حاجة كوباية من السامنة برضو أي نوع أنا بستعمل جنة سامنة زبدة برضو مفيش مشكلة ربع كوباية من الزيت بس هم حاجة في جودة الكوكيز الزيت يكون نجيف كريستيل عافية نوع يكون كويس عشان يجيك طعم حلو للكوكيز نزلت هنا بالمكونات اللي هي السيلة في الخلاط وعليهم ظرفي من الفانيليا تقدر تستعملي الفانيليا اللي هي السيلة لو عندك هنضرب كل المكونات دي هنخلطها كويس قوي قوي برضو أهم حاجة في نجاح الكوكيز إن انت تخلط المكونات والسكر يكون دايب معاك في المكونات ممكن كمان بعد ما تضربيها هتحطيها في بولا وهتدعكيها بإيدك دعك أهم حاجة السكر ما يكونش باين في الكوكيز يعني ما يكونش ملحوظ إن انت بتيجي تدعكيه ملمسه ما يكونش تحسيه كده في إيدك هيديك نتيجة هيلة للكوكيز نزلت بالمكونات كلها السكر والبيض والفانيليا والسمنة والزيت خمس مكونات هنا بقى المواجد الجفة اللي هي تجيئ أربع كوبايات من تجيئ ربعمية جرام يا جماعة بالظبط كان ربعمية جرام نقصت من الكيلو كوباية صغيرة جدا يا كوباية الخمسين عليهم معلقة من البكنج بودر معلقة واحدة نمسك بقى المكونات الحلوة جي كلها وندعكها دعكة محترمة هتعتمد الطريق قضية هتجيك أحسن نتيجة للكوكيز وصدقيني هيبقى أحسن من الجاهز والله مئة مرة وأنضف هنا عجنت المكونات كلها مع بعضيها أما تيجي بقى تعجيني وتيجي تكوريها كده وتحسن الملمس بتاعها ناعم هي دي النتيجة اللي أنا عايزها وتكوريها وتحسي بالملمس بتاعها ناعم ولو لقيتها بتشقق ما تلاقيش دي يعني نتيجة كويسة جدا للكوكيز كده يبقى الكوكيز بتاعك ناجح هناخد بقى كتعة كده صغيرة من العجينة عشان ابني بيحبوا بالككاو لكن البنتين بيحبوا أبيض فأنا لازم أردي جميع الأطراف جنب كباية شاي بقى كده يعني في العيشة أو كباية شاي الصبحة على الفطار جنب منها طبعا كتعتين تلاتة من الكوكيز حاجة عظمة ومش مكلفة والمكونات كلها يعني الحمد لله متواجدة عجلنا العجينة كده خدنا كتعة صغيرة يا جماعة بمعلقة ككاو أسباني ويعني بصوا أنا نسيت بصراحة الككاوة إما تحط زوجي ككاوة تحس إن العجينة يابسة شوية فهتحطش معلقة صغيرة من السمنة ده بالنسبة للي هو بالككاو إنما اللي أنا عجناها الأولانية كانت السمنة بتاعتها مظبوطة لكن لما جيت عجنتي بالككاو حستها يابسة معايا فحطيت معلقة سمنة اللي هي نص معلقة نص معلقة من المعلقة الكبيرة اللي احنا بنأكل به يعني قيمة نص معلقة شاي معلقة اللي انتش معلقة الشاي جبت بقى هنا العجينة وببتجي أدورها وجبت الشوكولاتة الشيبس دول شوية دول بخمسة جنيه بصراحة أنا عايز أعمله من زمان بس الشوكولاتة الشيبس دي للأسف في السيف بتبقى مش متوفرة لأن الشوكولاتة الشيبسي بتصير عند العطارين فبتبقى موجودة بكسرة في الشتاء فأنا بصراحة ما صدقتي لقيتها فأقولت إيه نعملها مع بعض عملتها قبل كده بس بالشوكولاتة العادية ابتديت بقى أن أنا دورها كده وحطتها في صواني وهنولع الفرن على مية وتمانين الشوية بلاش يا جماعة عشان ما تنشفش الوش معاك الفرن مية وتمانين وعلى اللي هو الفرن العاجي أنا كان عند الماكرويف بس بصراحة عملتها في الفرن هنبتدي بقى نشكلها وعملوا معايا بسم الله ما شاء الله الصانية الكبيرة اللي هي الحجم العائلي دي دي بقى مصانيتين والصانية الصويرة يعني هيعملوا معاكي 3 صواني شايفين الجمال اللهم بارك حاجة عظمة يا رب النهاردة الفيديو هيعجبكم وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته